قوليني كل حاجة تعرفيه عن الدكتورة دي اسمها ايه؟ شغلة فين؟ سكنة فين؟ يا طارق، يا طارق مش مهم، كل ده مش مهم بدرواتي بقولي أنا حامل حامل ايه؟ الواد ده لازم ينزل بص يا فرح احنا عشان نعرف نحل الموضوع ده بطريقة كويسة انا حبقى هادي خالص أوكي أوكي؟ أوكي انا برضو ما اخدتش اجابة على سؤالي انتي هتنزليه امتا؟ بقالك ساعة عمالة لفي والدوري وأصل صاحب العينة وأصل امرات ما يولعوه بجهز يا فرح ما يولعوه بجهز هتنزليه امتا يا فرح هقولك كل حاجة طريق بص اصبر اصبر مبدئين في حاجة انت لازم تبقى عارفها كويس قوي مفيش اي حاجة في الدنيا دي بتحصل من غير سبب وبيبقى محسوب لها حساب كويس جدا دي حاجة انا مؤمنة بيها بصراح ونعم بالله يا ستي ردي علي فرح هتنزليه امتا؟ بص انا هقولك كل حاجة وانت بتوصلني ممكن توصلني لحد جواه وقولك كل حاجة عادي ماما طورك يا روح فزي ما كنت بقولك مراته اصلا من قبل ما هو بقى يجيله سرطان وهي هتموت وتخلفوا الحرام فشايلوا العينة دي في المستشفى علشان بعد العلاج هو فرصه في انه يخلف تقريبا هتكون معدومة دقيقة كمان رغي وفرصتي انا اللي هتبقى معدومة فرح نعم هتنزليه امتا؟ امتا؟ ما انا هقولك يا طارق بص بصراحة انا كنت بحكي لك كل الحكايات دي عشان اقولك حاجة واحدة مش هنزله فرح ايه شغل الهيال ده يا فرح افتح يا فرح يا طارق ما تخافش يا طارق انا فكرت في المضادة مليون مرة وعندي حل لكل حاجة حل؟ اه حل ياب افتح يا فرح انت لو ما فتحتيش دلوقتي امت بتروشي تاني مش هفتح يا طارق ما انت عملت خبط وترزع انا خايفة فرح انا مش بهزر لو ما فتحتيش دلوقتي مش هتشوفي وشي تاني انا اسفة طارق ما علش ما تزعلش مهش ماشى يا فرح يعني لو ما كانش عندك تصوير في الغرداء ما كنتش هتشوف البنت والله يا ستي لسه شايف المسج بتاعتك من كام يوم بس؟ من سنة ونص لسه شايفها من كام يوم؟ وهي يا دي حاجات برضو تتبعد على الفيسبوك يا دي ده؟ عامل لك ايه؟ مع قبل ما عرفتها لقيك ما كانش قدامي غير صفحة الفيس كانت مسروقة والله العظيم كانت مسروقة ماجد دوت الفي أوفيرشل كانت مسروقة ولسه مرجعها من كام يوم ولما رجعتها راجل اللي مسك الصفحة قال لي اتفضل فيه حد بيهزر معك طب يعني انت عايزة دلوقتي عايزة شوف بنتي خيك بنفسك يعني حيشتكيك بالنقابة هيوقفوك عن العمل وتقليني باشتغل؟ انا حفظة لاشتغل لحد ما يوقفوني رسميا اللي عايزة يشتكيني يتفضل وسط عليا انت مستوعب اللي عملتيه مستوعب اللي صار كيف بقى اصلا بعدك عم تجي على المستشفى هيحصل ايه يعني يا مريم هيحصل ايه؟ اوعى من قدامي بقولك هيفين؟ الحقيقة في واحد برا بيسأل على دكتورة نسا اسمها نادية وشكله كده بيسأل عليك ولو قفش كاي هيفين؟ مدام ما حد في عايز يقولني يا فين انا هخش عيات عياتك يا راسود اعمل ايه؟ اروح فين؟ هيفين؟ فيه ايه حدرتك؟ فيه كشف نسا دلوقتي وحدك ما يفعش تدخل الدكتورة نادية فين؟ مفيش حد اسم مردية دلوقتي دلوقتي فيه دكتور ايمون هو اللي بيكشفه ما انا حاجبها يعني حاجبها ماشي تفضل يا بني ركز معايا شوية يا ابو جاي الحفلة دي ما دين مشكلة لو جايه وعارف اللي علي عملته هتبقى مصيبة وهيمسك فيه انا انا برضو الحدولات لسه مش اهم انت مالك باللي علي عملته مالي ازاي بس يا زين انا اللي وقفته قدامه لما ما كانش عايزي خليها تنزل الشغل تاني قلت له لا خليها تنزل الشغل ده هيبقى احسن وهتعرف تخلص من اللي هي فيه وبتاعه دلوقتي بقى هيقول انت ماخدتش قار صاحب وخصوص اختك ما بالك بقى استثمار كبير داخل ومش عارف ايه انا مش عايز مشاكل اكتر من كده مع بابك كفايا اللي موجود اي سي اي سي ايا بصراحة غلطتك يا جادي مش هتحكي عليك انت عارف ان علي ما بيجيش من وراء غير الكوارث كان المفروض من الاول اعمل زيه منحة منها تشتغل حتى ولو بالعافية يا صحيح ان قبع مناعتها عشان كشفت على مريضه يا سكرانة انت تحميتي ربنا انه مكسرش انا فوقك بيبي ايه يا بنت اللي انت مش هتنزليه مدن بتعملي صح يا فروحة يبقى خير صح يا ستنتي انا بلف على كعوبي من الصبح باسأل كل الناس قالوا يستحسن انه ماينزلش دان ما كانش حرام وعموما انا قلبي متطمن لكده فرح كلميني زي ما بكلم ايو امام انت عايزة تضحي بحياتك عشان اتنين اغراب وتخلي فيلهم خلفت ايه يا بنتي ده هيبقى ابنك لا امام لا هو ايه اللي انت هتجننيني بصوا بقى بصوا بصوا اسمعوني انا وصلت للنتيجة دي بعد تفكير ساعات طويلة جدا كان هيوغم علي من كتر التفكير الكابوس اللي انا فيه ده ملوش غير حل واحد بس هو اللي هيرضي جميع الاطراف وهو التالي انا هكمل حمل هتجوز شادي جوازة على ورق هطلق بعدها على طول تسع شهور اولد اديهم البيبي هتجوز طارق ارجع هكمل حياتي عادي جدا طب وابنك يا بنتي هشتريت عليهم ان يكون من حقيق اشوفه في اي وقت وطمن عليه في اي وقت ولو حسيتلي لحظة واحدة انه مش هيكون مبسوط معاهم هاخده منهم لو حسيت اصلا لحظة وانا حامل ان هما مش هيخلوا بالهم منه هنزلوا حرام عليك يا فروح طب والبيبي زنبه ايه بس ومن اللحظة دي من اللحظة دي كلنا فاهميني كلنا لما هنتكلم عنه مش هنقول بيبي ابنك الحاجة اللي بتوتر دي مش هنقولها خالص هنسميه حاجة تانية هنسميه وامانة يا دنيا امانة الامانة امانة 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 من اللحظة دي انا مش عايزة اي بتزيعة طليل ولا حرام عليك يا بنتي دناكي والت حاجات دي خالص يوه ده جمال مش وقته خالص ماما سمعيني لو صنعت سمعيك هي دي الخطة اللي هنمشي عليها كلنا مش عايزة اي حاجة تغير الخطة بتاعتي لحد ما الامانة توصل لاصحابها انا مفيش في دماغي حاجة غير موضوع التطلق ده يا ابني اعقل بقى انت مش قيلي ان انت كتب لها مؤخر خرافي معاكش نصه حتى بعدين في حاجة بقى انت لو طلقت مش هتشوف البيبي فرح دي اتكلمت مع ندين وقدت لها انها مستهيدة تخلي البيبي بس عشان تشوفه حسدوكو يعني اسرة جميلة سعيدة من اللي بيطلعه في الكتب دول بعدين بص شوف طلع قينها عشانك قارفت ان باباك جاي الحفلة وان انت قلقان فجابت له السمكة اللي هو بيحبها ونزلت تتمم على كل حاجة بنفسها وبعدين انت ظالم بقى بصراحة قددت فرصة لاختك رغم الفضيحة اللي هي عملتها وكتها تدمر لك حياتك والبلاؤي اللي بابينك وبين ابوك مش فرق معاك وبرضو بتديله فرصة رغم ان انت عارف ان هو لحد دلوقتي لسه مش شايفة قدم مسؤولية وجاع اللي بتحبك بجد وقلبها عليك وطلع عينها عشانك وطلع تبقى ظالم بقى رجع التاني يا طارق يا طارق هايو بست رجع التاني مالك يا ابني فيه؟ لا مفيش يا شباب انا كنت اقولتلكو ان قريب جدا هيبقى معانا في القضية حد من الانتربول اخيرا وصل نقيب نهاد امريكية مغربية هي تقريبا عارفة كل اللي وصلنا له بس انا بقى يا شباب عايزكوا تقعدوا معاها تحكوا لها كل التطورات الجديدة في القضية جو هاد لحد الوقتي ما وصلناش لقى جديد احنا بالرأي بزين زين دايب ام عارفة مديري لودي بالضبط كده فقاد باشا شايف انه هو حلقة الوصل اللي حددلنا على عاصي الغول شخص ما نعرفش هو مين ولا حتى شكله ويه لانه مات اخر مرة حد سمع عن عاصي الغول كان من اربع سنين اربع سنين وبالتالي تفتيش وراه مجهود على الفاضي اه يعني ايه دي نظرية مطروحة برضا هادا التفسير الوحيد لما راس اكبر شبكة مخدرات بطول ساحل البحر الاحمر يصنع انه زيرو معلومات خلال اربع سنين ده معناه انه باك تحت الطراب يعني يعني دي ممكن تكون فترة كومون بيجهز لحاجة اكبر عن طريق مدير اداري قتيل طول يوم ما عشقته؟ ما اعتقدش عشقته دي ممكن تكون خط مهم احنا ما نعرفش ايه يمين لحد دلوقت مرات ابن صاحب القتيل واللي بتروح لي زين دي ندين هانم مرات شادي بيه ابن كمال وقدان صاحب القتيل شادي انا مش عايزة البيبي عشان اكون ام وخلاص انا عايزة اكون ام ابنك انت ديني فرصة تانية عشان لو انت بطلت تحبني فانا مبطلتش حبك لحظة واحدة لا 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 مش مختنع انا لو ما كانوا مش ها اعمل ايه تاني يعني؟ استخدمي اقوة سلاح حريمي في العالم يا حبيبتي ايه الدموع يا ندين انا اللي هقولك انا مش قادر اصدق انا مضطرح هننقلبه عليا بالمنظر ده ندين انا من كترة ببكلمه عليكي خلاص حاس ان هو يبتدي يحبك بجد لازم تلعبي معي شوية يا حبيبتي شادي مفيش حاجة على لسانه غير الطلاق انا مش فاكرة اخر مرة عيضتي فيها كانت امتى تقريبا من هعدادي مثلا بصي حكاياتي البيبي دي مش مضمونة خلاص شادي لازم يحبك او على اقل يقنع نفسه بان هو ممكن ان هو يحبك دي الطريقة الوحيدة حبيبي اللي هنعرف ان احنا نطور بها فترة الجواز فترة الجواز اطول يعني فلوس اكتر ويا لو في بيبي يبقى خزنة قلوة هدانة فتحت لك ونخلع انا وانتي من كل الصداع ده انتفقنا انتفق هتعياتي انسا لوقت بسيط فرح حسة انها رجعت تتحكم في حياتها دلوقتي بقى في خطة بقى في ترتيب بقى في شادي فرح ازايك مستر شادي ازايك ممكن اكلمك في موضوع بخصوص البيبي قلتلكم انه للأسف كان وقت بسيط اهو طبعا اتفضل انا عرفت انك كلمتي مع ندين مراتي اهو هي لطيفة قوي واتفقنا نتقابل قريب واتطميني اكتر ان انتم متفاهمين مجاهزين تستلموا تستقبلوا البيبي يعني طب ومهمة بالنسبة لك جدا طبعا ان احنا نبقى متفاهمين وكويسي مع بعض مش كده اه طبعا يعني ده السبب الوحيد اللي خليل فكرت في الموضوع طبعا اكيد اكيد حضرتك كنت عايز تقولي حاجة شادي كان عايز يقولها الحاجة وهي انه هيطلع ندين بس القرار يحور عليها انا اهو انت هتنوي ترفعي قضية على عليا دكتور عليا اه طبعا انت عايز ترفع عليها قضية انت كمان اه في الله يا خي عليا اختي فانا مش برضه اختي مين اختك اهو انت متعرفيش اختك اختك بص يا فرح انا مس محتاجش على اللي حصل وناوي ان انا تاني واحدة عشان كده يا اما انتم متفقين علي يا اما دي الكاميرا الخفية يا اما مسلسل عربي ايوا احنا في مسلسل عربي فرح لو اختي ترفع عليها قضية تاني يوم الخبر هيب على الانترنت وفي كل الجرائد انت مش متخيلة ده ممكن يقزينا ويقزي سمعيتنا قد ايه ارجوكي اعودي مع المحامي بتاعك وشوفي التعويض اللي انتو هتطلبوه وانا هوفر عليكم القضايا والاجراءات وكل الورق والكلام ده كله وهديكو التعويض اللي انتو عايزينه واكتر